في أخبار الصحة أظهرت دراسة واسعة النطاق تشير إلى أن سجارة واحدة في اليوم كفيرة بأن تعرض الشخص لخطر الإصابة بأزمة قلبية ويعادل نصف الخطر ناجم عن تدخين علبة من عشرين سجارة التفاصيل مع مختصة بالملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبدالله بحث طبي بريطاني أن تدخين سجارة واحدة يوميا يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل 50% وذكرت صحيفة بريطانية أن الرجال الذين يدخنون سجارة واحدة يوميا تزيد إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 48% مقارنة بأولئك غير المدخنين كما تزيد نسبة إصابتهم بالجلطة الدماغية بمعدل 25% مقارنة بغيرهم ووجد الباحثون أن النساء اللواتي يدخن سجارة واحدة يوميا تبلغ نسبة إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 57% وبالجلطة الدماغية بنسبة 31% وأكد الباحثون أن مضار التدخين أكثر مما كان متوقعا مما يعني أن على المدخنين العمل على الإقلاع عن التدخين بدلا من التخفيف من عدد السجائر التي يدخنونها يوميا وقال المعد الرئيس للبحث قد يكون الوضع كذلك على صعيد سرطان الرئى إلا أنه غير صحيح بالنسبة للأزمات القلبية والجلطات حيث أن سجارة واحدة تشكل 50% من خطر علبة كاملة في اليوم وأضاف ينبغي تاليا أن لا يتوهم المدخنون بأن عددا أقل من السجائر في اليوم أو حتى سجارة واحدة لا تحمل خطرا كبيرا وعلى المدى الطويل ترجمة نانسي قنقر